السلام عليكم أعزائنا الطلاب في المرحلة الثالثة والرابعة من قسم الهندسة الكهربائية في كلية الهندسة الجامعة المستنصرية محاضرتنا لهذا اليوم إن شاء الله رح تكون بعنوان Time Domain Analysis of a Control System اليوم محاضرتنا رح تتركز على تصرف أو الbehavior of the system في حالة Time Domain يعني إذا كانت عدنا إشارة Unput Signal بقيمة معينة وبشكل معين أدخلناها إلى النظام فكيف رح يكون الخرج لهذا النظام على اعتبار رسم علاقة الخرج مع الزمن وعلاقة الأوتبوت بالنسبة للسيستمالتنا مع الزمن بصورة عامة Time Domain Analysis أو Time Response ليه السيستم ينقسم إلى جزءين الجزء الأول من الـ Time Response نسميه بالـ Transient Response وهو الاستجابة اللحظية للسيستم تجاه الإدخال الذي نسلطه على الإدخال لهذا السيستم والجزء الثاني من الـ Time Response يسمى بالـ State State Response إذن الجزء الأول من الـ Response للسيستم لإدخال معين نسميه بالـ Transient Response والجزء الثاني من الـ Response يسمى بالـ Steady State Response رح نجي على تعريف هذين المصطلحين للـ Transient Response والـ Steady State Response ونشوف كيف نقدر نحسب مقومات وتصرفات النظام مالتنا لدراستنا بهذين التصرفين للسيستم نجي على تعريف بسيط للـ Transient Response The element of the system that vanish with time is called Transient Response إذن هو جزء الـ Response للسيستم اللي يتلاشه مع مرور الزمن إذن Vanish with Time إذن هذه هي صفة الـ Transient Response وهذا الـ Transient Response يحدث بالنسبة للنظام في بداية الإدخال ويستمر لفترة بسيطة وهذه الفترة تعتمد على طبيعة السيستم مالتنا وبعدها هذا الـ Response يضمحل ويتلاشه It is the response of the system from rest or equilibrium to steady state هذا التصرف أو هذا الـ Behavior للسيستم يمتد زمنه من حالة السكون الـ Rest أو حالة الاتزان الـ Equilibrium إلى بداية الـ Steady State ففي هذه الحالة الزمن المستغرق من T equal to zero اللي هو حالة الـ Rest أو الـ Equilibrium إلى الزمن اللي يبدأ بي الـ Steady State Response هذا الزمن نسميه زمن للـ Transient Response ونرمز له It is denoted by C of T ورح نرمز له بالـ Subsecret TR أول حرفين من كلمات الترانزينت إذن الـ Output Response لسيستم معين في حالة الترانزينت رح نرمز له بالـ C TR of T والـ TR قلناه رمز للـ Transient في هذه الحالة طبعاً الـ C هو الـ Output للسيستم ولأنه C of T فما معناه الـ Output للسيستم مع الزمن علاقة الـ Output مع الزمن ولأنه في حالة الترانزينت فهذه الفترة رح تكون تبدأ من T equal to zero وتنتهي ببداية الـ Steady State Response التعريف الثاني هو الـ Steady State Response It is the element of System Response هو جزء من الاستجابة للـ System that is achieved when the time approaches to infinity لاحظ عزيزي الطالب الزمن الخاص بالـ Steady State Response يبدأ بانتهاء الـ Transient Response ولا ينتهي إلا عند الـ Infinity يعني إذن الزمن الخاص بالـ Steady State Response يبدأ بنهاية الـ Transient Response وينتهي عند الـ Infinity إذا مثل ما قلنا قبل قليل الزمن الخاص بالـ Steady State Response يبدأ بانتهاء الـ Transient وينتهي عند الـ Infinity It is denoted by CSS of T طبعاً سيقنا الـ Output وهنا الـ Output as a function of T ورح نخلي الـ Subsecret زين SS للدلالة على الـ Steady State Response في هذه الحالة الـ Transient Response does not depend upon the input of the system therefore can be analyzed using a step input لاحظ الـ Transient Response ما يعتبد على طبيعة الإدخال الـ Input ما لتنعه شنو نوعه وشنو الفترة الزمنية اللي يأثر بيها إلى آخره هذا الشيء يخلينا نعتمد أي إدخال ممكن نشوفه وهنانا يعتمد في الغالب الـ Step Onput أو الـ Unit Step Onput Signal as a test signal حتى نشوف الـ Output Response في حالة الـ Transient بالنسبة لـ System وذلك بيدخال Onput مقدار Unit Step أو أي Step Onput وندروس الخارج لهذا السيستم من فترة تبدأ بالصفر وتنتهي ببداية الـ Steady State Response أو عندما يبدأ الخارج بالاستقرار والاتزان على قيمة محددة للنظام بالنسبة لـ Steady State Depends upon Onput and Dynamics of System and can be determined using different test signal by Final Value Theorem شنو معنات هذا الشيء؟ بالنسبة للـ Steady State Response يعتمد الـ Output للنظام على شيئين الأول هو الإدخال اللي إحنا نختاره طبعا هناك مجموعة من إشارات الإختبار ندخل هالنظام ونشوف استجابة السيستماتنا أو النظام لهكذا نوع مختلف من الإدخالات المختلفة اللي إحنا نسلطها وأيضا الـ Output Response في حالة الـ Steady State يعتمد على ما يسمى بالـ System Dynamics طبعا الـ System Dynamics يعتمد على نوعية الـ Equipments أو الـ Devices اللي موجودة داخل السيستم مالتنا وبهذه الحالة نحن في حالة الـ Steady State ممكن ندرس الـ Response في حالة الـ Steady State من خلال إدخال أحد إشارات الإختبار الـ Unput Signals اللي رح نشوفها بعد قليل وبأخذ ما يسمى بالـ Final Value Theorem للإخراج رح نقدر نعرف الـ Output للسيستم في حالة الـ Time يقترب من Infinity الـ Final Value Theorem هذه Theorem تنطبق في حالة الـ Time Response يعني عندما الـ T يقترب من الـ Infinity كم تكون قيمة الخرج للسيستم هذه تعطينا الـ Final Value Theorem ناخذ Limit عندما الـ T تقترب من الـ Infinity للـ Time Response وبهذه الحالة رح ينطينا الـ Output في حالة الـ Steady State Response The equation of the Time Response will be لاحظ عزيزي الطالب هذه المعادلة الـ Time Response للسيستم هذا الـ C of T يتكون من جزئين الجزء الأول اللي هو الترانزينت رسبونس والجزء الثاني اللي نسميه حاليا بالـ Steady State رسبونس لاحظ عزيزي الطالب من الرسمة التالية لاحظ هنا لدينا سيستم في حالة الـ Unput مالتنا كان صفر الـ Output كان صفر ولكن من انطينا Unput مقدارة Unit State السيستم ذهب إلى حالة للـ Transient لاحظ هذا الـ Oscillation هذا الـ Oscillation ولاحظ بعد فترة زمنية الـ Output للنظام استقر على قيمة معينة الفترة اللي يبدأ بيها السيستم الخرج مالته يبدأ يستقر نقول هذه نهاية فترة للـ Transient إذن الفترة مالترانزيينت هي من نقطة T equal to zero إلى حد هذا الزمن لاحظ عزيزي طالب إلى حد هذه الفترة الزمنية هنا نقول بأنه هذا الوقت استغرق السيستم خلال الترانزيينت رسبونس وما تلاه من زمن ابتداء من T equal to transient time إلى حد هذا نسميه بالستيدي state response أو time إذن لاحظ يبدأ من هذه النقطة صعودا بالزمن ولكن الترانزيينت يبدأ من هذه النقطة نزولا إلى حد الزمن يساوي صفر هذا الزمن اللي استغرقنا أثناء الترانزيينت والزمن اللي استغرقنا أثناء الستيدي ستايت ينطينا total response للسيستم هذا الخط المرسوم بالأحمر هذا وهذا هذا بالكامل لو جمعنا الحالة أو الأوتبوت في حالة الترانزيينت وفي حالة الستيدي ستايت يطينا هذا الأوتبوت الكامل بالنسبة للسيستم إذن الـ C of T تساوي الأوتبوت في حالة الترانزيينت مع الأوتبوت في حالة الستيدي ستايت وحسب العلاق الرياضي اللي شفناها قبل قليل لاحظ هنا C of T هي Time Response أو Total Time Response والCTR هي Transient Response والCSS of T Steady State Response في هذه الحالة الآن نأتي على التعرف على أنواع السيغنالز اللي ندخلها للسيستم لدراسة حالة السيستم من ناحية استقراره أو عدم استقراره ومن ناحية معرفة ما يسمى بالترانزيينت رسبونس للسيستم وما هي محدداته وما هي البرامترات المهمة في حالة الترانزيينت وما هي البرامترات المهمة التي تحدد تصرف النظام في حالة السيدي ستايد حتى نتعرف على خصائص السيستم وجودة التصميم لمنظومة السيطرة لازم نعرف الإشارات الاختبارية اللي ممكن إدخالها للنظام اللي تمكننا من دراسة الأوتبوت بيهيفير للسيستم وكيفية معرفة بارامتراته إذن ما هي التيبيكل تيست سيغنالز ان تايم دومين هناك العديد من إشارات الاختبار بالنسبة للنظم هذه الاختبارات نجريها باستخدام هذه الإشارات لمعرفة خصائص السيستم ومعرفة جودة التصميم والتصنيع إذن عدنا ما يسمى بالتيبيكل تيست سيغنالز ما هي التيبيكل تيست سيغنالز هي السيغنالز هي كالتالي إحنا رح ناخذ خلال دراستنا هذه الأربع أنواع من التيبيكل سيغنالز الأساسية وهي الامبول سيغنال أو الستيب سيغنال والرامب سيغنال وأخيرا ناخذ البرابوليك سيغنال و اخر سيغنال سيغنال في بعض أحيان نحتاج إلى إدخال من نوع خاص وهو السيغنال سيغنال إذن عدنا الكثير من الامبول سيغنال ممكن نستخدمها كإدخالات للنظام لمعرفة System Behavior During Transient and During Steady State Response الآن رح ندرس كل إشارة من هذه الإشارات على حدة الإشارة الأولى أو ما تسمى بالامبول سيغنال إذن الإشارة الأولى اللي رح ندرسها هي الامبول سيغنال هذه الامبول سيغنال هي دلتا سيغنال لاحظ هنا delta لاحظ هذه الرسمة بالتايم دومين لهذه الإشارة قيمة الإشارة تكون واحد أو قد تكون أي قيمة مقدارها A رمز للامبول إذن الامبول سيغنال الامبول مالت هو A وقد تكون هذه A واحد فإذا كانت هذه لأي واحد راح نسميها ب اليونت امبول سيغنال فاليونت نقصد بها الواحد والامبول سيغنال هي السيغنال اللي تكون إلها قيمة عند الزمن يساوي للصفر ولأي زمن آخر غير الصفر قيمة الإشارة تكون صفرا إذن هذا هو تعريف الامبول سيغنال نجي على تعريفها الامبول رسپونس in control system imitate sudden shock quality of actual input signal الامبول is the output of a system when given by a small input إذن هنا عدنا small input سمينا delta signal اللي تظهر رسپونس للسيستم وكأنه تعرضه إلى ما يسمى بالشوك أو الصدمة أو إدخال للحظة صغيرة جدا من الزمل الامبول رسپونس emphasize on change in the system in reaction to some external change إذن في هذا الحال الامبول رسپونس اللي نستخدم به الامبول سيجنال ينطينا يعني تصرف السيستم في حال تعرضه لتغير فجائي بالإدخال إذن مثل ما سمينا هذه السيجنال بالدلتا سيجنال وهذه الدلتا سيجنال اللابلاس مالتها يخلي في بالك عزيز طالب يساوي واحد اللابلاس ترانسفورم للدلتا سيجنال هو يساوي واحد بالفريكونسي دومين ولكن بالتايم دومين يساوي A والA قد تكون أي قيمة انتيجر وهذه القيمة إذا كانت واحد فالإمبولس سيجنال رح نسميها يونيت إمبولس سيجنال في هذه الحالة السيجنال الثاني اللي ممكن إنه تستخدم لاختبار السيستم مالتنا وهي ما يسمى بالستيب سيجنال شنو تعريف الستيب سيجنال The step signal defines the sudden change in properties of actual signal It is being used to see the transient response of a system as it gives you the idea about how the system reply to interruption and somehow the system stability عزيزي الطالب السيجنال اللي نسميها بالستيب سيجنال رمزها رح يكون ال U U of T U of T هي الستيب سيجنال وهذا رمزها قيمة الستيب سيجنال تساوي A عندما T أكبر أو تساوي صفرا حسب الرسمة لاحظنا الخط الأحمر قيمة الإشارة قيمتها تساوي A إذا كان الزمن يساوي الصفر أو أكبر من الصفر ولكن يساوي صفر متى ما كانت قيمة الزمن هي قبل T equal to zero أو T أقل من الصفر الستيب سيجنال تسمى أحيانا باليونت سيجنال هذا متى ما كان الأمبليتود يساوي واحد وإذا كانت هنا قيمة A مساوية للواحد ففي هذه الحالة يسمى هذا النوع من إشارات باليونت سيجنال مثل ما قلنا قبل قليل النوع الثالث من إشارات الإدخال اللي ممكن نستخدم ها لدراسة السيستم وتصرفها في حالة الترانزينت وفي حالة steady state response هي الرامب سيجنال الرامب سيجنال عزيزي الطالب شكلها يشبه هذا الرسم اللي أمامك تبدأ بقيمة الصفر عند زمن مقدارة صفر وتبدأ بالتزايد من اسمها رامب يعني متزايدة وأحيانا تمثل بالموجة المثلثة زيان إذن تبدأ بالتزايد من الزمن مقدارة صفر والصعود مالتها يعتمد على الاسلوب الخاص بهذه الإشارة وحسب المعادلة اللي أمامنا رح نسمي الإشارة مالتنا R of T أول حرف من كلمة رامب هو R فسميناه R of T وقيمة الأوتبوت رح يساوي A T لاحظ هنا علاقة لينير وبميل معين مقدار A إذن هذه إذا كانت يونتي إذا كانت واحد فهذه الإشارة رح نسميها باليونت رامب سيجنال في هذه الحالة ما معناته إنه إذا كانت قيمة هذه تساوي للواحد فالرامب سيجنال تسمى باليونت رامب سيجنال معناته إنه أي إدخال بالزمن رح يساوي أي إخراج لهذه الإشارة وهذه الإخراج للإشارة رح يكون إدخال للسيستيم ورح ندرس التصرف لهذا السيستيم بهذه الحالة إذن تعريف الرامب سيجنال The ramp سيجنال tells you the constant velocity attribute of actual input signal إذن الإشارة إذا ضربنا إحنا في أي إشارة أخرى تبين سرعة استجابة السيستيم لهذا الإدخال إذن ممكن ندرس سرعة الاستجابة للسيستيم من خلال أخذنا للرامب سيجنال إذن لاحظ الإشارة الرامب تعبر عن سرعة استجابة السيستيم لإدخال معين بينما الإشارة نسميها الstep signal تعبر عن التغير المفاجئ لقيمة الإخراج متى ما تعرض السيستيم لتغير مفاجئ في قيمة الإدخال وهنا نقول في حالة الإمبال signal نعرف هذا النوع من الإدخالات بأنه الإخراج الذي يشبه الشوك بالنسبة للسيستيم متى ما تعرض لتغير فجائي وللحظة بسيطة جدا من الزمان في الإدخال مالتا إذن نرجع إلى الإدخال الثالث قلنا ما يسمى بالرامب سيجنال تأخذ هذه الإشارة متى ما ربنا ندرس السرعة الاستجابة للسيستيم مالتنا لأي إدخال ممكن أنه انسلط على بداية أو دخل السيستيم لاحظ عزيزي الطالب هنا لدينا رسمتين للرامب سيجنال كل واحدة مرسومة بقيمة أي مختلفة لاحظ هنا اليونت رامب سيجنال عندما هذه قيمة الأي تساوي واحد معناة أنه الر أو ت اللي هو الخرج لهذه الإشارة يساوي ت معناة الأي تساوي واحد إذن أي قيمة للت الخرج يساوي قيمتها للر إذن لاحظ هنا إذا كانت قيمة الزمن واحد يطلع الأوت واحد وإذا كان الزمن اثنين يطلع الأوت بوت اثنين ليش لأن العلاقة أنه الر يساوي ت يعني النتيجة مثل تساوي الأكس أو هنال يضطينا نفس قيمة الأوت إذا كانت هنا الر تساوي ت على اعتبار الأي تساوي واحد أما هنا في هذه الحالة مثلا هنا أخذنا قيمة الأي هي قيمة الأمبليتود يعني ما أخذنا الأي تساوي واحد لا أي قيمة للأي فمثلا لو كانت هنا الأي قيمتها فرضا اثنين زين فهنان رح يكون لكل إدخال مثلا قيمة تايم إذا كانت واحد يطلع الأوت معناتها أربعة معناتها المين رح يكون أكثر إنحدارا في هذه الحالة بالنسبة للسيستيم وبهذه الحالة رح نغير سرعة استجابة السيستيم في هذه الحالة الإشارة أو النوع الرابع من الإشارات اللي ممكن ندخالها على السيستيم هي ما يسمى بالبرابوليك سيجنال وممكن تعريفها بالشكل التالي البرابوليك سيجنال إذا نلاحظوا إشارة الإدخال إذا كانت برابوليك مثل ما موجود بالشكل هذا P of T زيان هاي البرابوليك سيجنال نرمزها نرمز لها P of T إذا كانت مساوية لأي T سيكوير over 2 هذه شوكية في حالة T أكبر أو يساوي صفر إذن الإشارة البرابوليك تبدأ T equal to zero وتستمر إلى ما أكبر من P of T لهذه الإشارة يساوي A T سيكوير over 2 إذا كانت زمن أكبر أو يساوي صفر ويساوي صفرا الخرج إذا كانت قيمة T أصغر من صفر لاحظ هنا T أصغر من صفر شوف ما عندنا output بالنسبة لإشارة الإدخال هذه إذن في هذه الحالة البرابوليك سيجنال تعرف بالشكل الرياضي اللي أمامنا وبالرسم بهذا الشكل وتعرف بأنها تستخدم لتمييز سرعة تعجيل الخرج يعني شنو معناته معناته التسارع لإظهار الخرج للنظام اللي إحنا في طور دراسته يعني إذا عندنا سيستم نريد ندرس حالة الخرج إليه وكيفية زيادة سرعة الإخراج نقدر ندخل البرابوليك أمبوت وهذا البرابوليك أمبوت رح ينطينا indication how the system output gains its velocity during the time أو كيف تتسارع قيمة إخراج الإشارة بالنسبة للسيستم وإذا كانت قيمة في هذه المعادلة تساوي الواحد ففي هذه الحالة رح نسمي الإشارة لإدخال هذا نسميها باليونيت برابوليك سيجنال وفي هذه الحالة عندنا رسمتين رسمة من يكون قيمة الإشارة واحد لاحظ هنا الانبوت مالتنا كزمن يدخل بالمعادلة هذه اللي بالأعلى ويعطينا قيمة البي أوف تي لكل زمن ولاحظ مثلا لو كان الزمن هو واحد زيان رح ندخل في المعادلة فهنا رح يصير واحد تربيع على اثنين على اعتبار الإشارة واحد فواحد تربيع على اثنين يعطينا ايش نصف فلاحظ عند الزمن واحد يطلع عنا الاؤتبوت نصف وإذا كان عندنا الزمن اثنين فرح نقول اثنين تربيع تساوي اربعة على اثنين يطلع اثنين ما معناته إذا كان الزمن عندنا قيمة اثنين فالأوتبوت رح يكون اثنين وإذا كان الزمن ثلاثة off A فأنه قيمة الأوتبوت رح يكون محكوم بقيمة A وحسب العلاقة اللي شفناها قبل قليل وحسب الرسمة اللي أمامنا هذا النوع نسميه باليونت بارابوليك سيجنال إذا كانت A تساوي 1 وهنا هنا بارابوليك سيجنال وقيمتها تعتمد على الأي وهذه هي نوت A يونت بارابوليك سيجنال في هذه الحالة الآن نجي على دراسة ما يسمى بالستيدي استايت إرار لسيستم معين لاحظ عزيزي الطالب إحنا إذا دخلنا إدخال لسيستم معين فرح يكون هناك لدينا إخراج هذا الإخراج يمتد تأثير هذا الإخراج من ابتداء الزمن يساوي صفر في حالة الترانزيينت إلى بداية ما يسمى بالستيدي استايت ريسبونس وفي هذه الحالة تنتهي فترة للترانزيينت وبعد هذا يبدأ الخرج بالثبات على قيمة محددة هذه القيمة نسميه entsprechende state output وهذا الـ output مالذي إذا كان هناك فرق بين القيمة الـ output المتوقعة وقيمة الـ output الي لكينا المفروض لنقيسها عند الخرج مات السيستم يعني قيمة الـ output الحقيقية وقيمة الـ output المتوقعة فالفرق البياناته يسمى بالτίوم لستيدي استايت إرار لستيت استايت إرار ينطينا دقة السيستم كيفية حساب دقة السيستم approach is infinity ففي هذه الحالة من نقول بأنه Steady State error حالي معناته هناك فرق وهناك خطأ بين قراءة الخرج للسيستم وبين ما متوقع من الخرج اللي يظهر المفروض على الoutput بالنسبة للسيستم إذن ما هو تعريف Steady State error في هذه الحالة Steady State error is the difference between the input and the output for a pre-scribed test input as T approaches infinity The test inputs used for Steady State error analysis and design are summarized in the following table لاحظ عندنا مجموعة من الإشارات اللي ممكن نستخدمها لدراسة ما يسمى بالستيد state error وهذه هي نفس الإشارات اللي أخذناها قبل قليل سيجنال والرامب سيجنال والبرابولا سيجنال مثل ما نشوف الرسومات الخاصة بكل إشارة ونعرف بأنه ونعرف بأنه الإشارة تستخدم لدراسة البوزيشن للسيستم الoutput position والرامب سيجنال تستخدم لدراسة ما يسمى بالكونستان فيلوسيتي لخرج سيستم واليونت برابولا أو البرابولا سيجنال تستخدم لدراسة ما يسمى بالكونستان أكسلراشن للoutput ما يسمى وبالنسبة للرامب سيجنال التعريف بالتايم دومين هي T وبالفريقونسي دومين هي 1 s وبالنسبة للبرابوليك سيجنال القيمة ماتها راح تكون T2 over 2 وفي حالة frequency domain راح تكون 1 over S cubed إذن في هذه الحالة ممكن نستخدم أي وحدة من هذه الإشارات أي إشارة بأي ويفون من هذه الأشكال اللي نشوفها في حالة time domain أو في حالة frequency domain يعني بعد ما نأخذ اللابلس إلها وندخلها للسيستيم ونشوف الأوتبوت وندرس قيمة الفرق بين expected output والmeasured output بالنسبة لسيستيم لمعرفة steady state error وهي خاصية مهمة بالنسبة للنظوم المختلفة رح نجي في دراستنا للنظوم ابتداء من steady state error للunity feedback system شنو تعريف unity feedback system لاحظ عزيزي الطالب هذا السيستيم اللي أمامنا هذا بلوك دايغرام للسيستيم مرسوم بطريقة بأنه output feedback للأمبوت ولكن الgame بالfeedback path قيمته unity أو قيمته واحد هذا النوع من المنظومات يسمى بالunity feedback system لأنه feedback path الgame قيمته واحد في هذه الحالة لاحظ ابتداء رح ندرس احنا steady state error للمنظومات اللي الفيدباك مالتها هو unity مثال عليها البلوك دايغرام اللي أمامنا في الصورة لاحظ الآن لو بدأنا بكتابة معادلات هذا النظام حتى نشوف الادخالات اللي ممكن ندخله ونشوف شنو قيمة steady state error المتوقعة للنظام معين ومعرفة دقة التصميم لهذا النظام ومعرفة تأثير الإشارات الداخلة على قيمة steady state error في هذه الحالة لاحظ السيستيم اللي أمامنا ممكن كتابة transfer function بالشكل التالي the closed loop transfer function of the system رح نسميها بال T of S وتعرف بأنه T of S هي transfer function وتساوي النسبة بين output بالfrequency domain إلى input بالfrequency domain حسب المعادلة C over R ومن دراستنا للبلوك دايغرام هذا رح نشوف بأنه transfer function هي G of S forward gain over 1 plus لاحظ هذا الإشارة plus معناها تعدى negative feedback هذه الإشارة negative الدلل لنا على negative feedback فهذه إشارة positive صارت لأنه لدينا negative feedback وحصل ضرب G في H of S لذي بما أنه هنا feedback gain للfeed forward path القيمة H تساوي 1 فهنا H مظهرت لأنه قيمتها unity مثل ما قلنا unity feedback system إذن transfer function لهكذا نوع من النظوم يساوي G over 1 plus G في هذه الحالة لو ردنا الحصول على output response رح نصفي المعادلة بحيث نحسب output C as a function of R times T لو ضربنا transfer function في قيمة الإدخال وسطين وطرفين لهذا المعادلة هذا الجانب الأيسر من المعادلة رح يكون عندنا C تساوي R times T أو بمعنى آخر R time T T هي G over 1 G إذن في هذا الحالة C تساوي R مضروف في قيمة transfer function لclosed loop system اللي شفناه بالأعلى الآن لو ردنا نحسب قيمة error لهذا system يعني شنو error هو الفرق بين قيمة output هذا الإدخال R of S وقيمة output لاحظ خلي فيه بارك عزيزي الطالب output هو القيمة اللي احنا نريد نسيطر عليها وخلي في بالك أيضا انه R of S هو input signal أو reference point اللي نريد output يثبت عليها فالفرق بين required أو desired value لها R of S وقيمة المeasured value لها CO رح ينتج ما يسمى error signal إذن error signal is the difference between the desired value R of S and the measured value of the output يعني بمعنى آخر e of S is the different between the output of the system and the input of the system إذن رح نعوض بدل هذا الشيء نحن نقول read error لل system A E of S ش ساوي الفرق بين R of S و A C of S وقبل قليل حسب نحلة قيمة C of S ش تساوي حسب هذه المعادلة ش تساوي تساوي R مثل ما شفنا هنا R times T لها transfer function وبدل T ممكن زيان وممكن نسحب هنا R of S عامل مشترك فهي يصبح عندنا R times 1 minus T قيمة T transfer function وبهاي الحالة نقدر نبسط أكثر E of S تساوي R of S times 1 minus لاحظ هذه هي القيمة T of S الى transfer function لل system وإذا رتبنا المعادلة مالتنا بشكل أكثر compaction أكثر تضاقضا راح نوحد المقامات وندخل R of S ورح تصبح عندنا النتيجة R over 1 plus G إذن قيمة الـ error للسيستم معين تساوي قيمة الإدخال مقسومة على 1 زائد G هذه المعادلة خاصة بالإرر اللي هو الفرق بين قيمة الإخراج للسيستم وقيمة الإدخال الخاص بي إذا طبقنا ما يسمى بال final value theorem هذا هو تعريف final value theorem إنه ما هي قيمة output عندما T يقترب من infinity إذن E هو error نفس هذا function ولكن هنا بدل من ت يقترب من أي قيمة وأن من ت يقترب من infinity لماذا نسمى final value theorem يعني ما هي قيمة الإرر هذا عندما الزمن T يقترب من infinity فيكون E of infinity هي أصلا كانت E of T هي أصلا كانت E of T ولكن عندما الزمن يقترب من infinity ناخذ limit المن لحاصل ضرب S في E of S هذا هو القانون لل final value theorem E of T equals limit of S times E of S when S approaches to zero إذن لاحظ هنا limit لل S في E عندما S تقترب من الصفر وتكاف أيضا limit of S لاحظ E of S تساوي R of S في 1 minus T of S where S approaches to zero أيضا ممكن تكتب بالشكل هذا E of infinity equal limit of S R over 1 plus G where S approaches zero وطبعا هذه المعادلة تلاحظ أنه الطرف الأيسر إلى هو في time domain وإذا أخذنا time response system وخلينا الزمن يقترب infinity معناة هذا steady state response وبما أنه هذه معادلة الإررار فهذه هي إذن معادلة الإررار في حالة steady state response أو when T approaches infinity أو when S approaches zero هذا هو تعريف final value theorem يعني أما قيمة output error عندما S تقترب من الصفر أو عندما T تقترب من infinity وهما متكافئان رح ندرس حالة system اللي شفنا بالأعلى عندما يكون الإدخال مالتنا هو step input يعني إذا كانت قيمة output مالتنا R of T هذا R of T نقصد بال input R of T نقصد بال input إذا ال input ما نوع unit step U of T إذن لو أخذنا la blast لل input signal هذه R of T تساوي U of T رح تصير عندنا R of S وتعرفون بأن unit step اللي بلاس مالتها هو 1 over S إذن هذا الإدخال رح نستخدم ه بالمعادلة لما الت final value theorem إذن the steady state error أو E of infinity equals limit of S هذه S من القانون رح نضربها في R اللي هي 1 over S حاليا input مالتنا هو unit step مالتها 1 over S مقصوب على 1 plus G وحسب هذه المعادلة عزيزي الطالب لاحظ E of infinity تساوي limit عندما S تقترب من الصفر للمعادلة التالية لالS في R of S اللي هي الإدخال مالتنا مقصوب على 1 plus G of S إذن صارت المعادلة مالتنا بهذا الشكل اللي أمامنا ولو رتبنا الحدود واختصرنا رح تطلع عندنا المعادلة بالشكل التالي 1 over 1 plus limit of G of S when S approaches 0 0 إذن قيمة Steady State error للسيستم مالتنا في حالة الإدخال من يكون unit step نفس السيستم لو أدخلنا عليها ramp signal أو ramp input signal لاحظ هذا السيستم مالتنا هسه رح نعرض ل input signal نوع ramp ف R of T تساوي T U of T لاحظ عزيزي الطالب هذه U T قيمت ها واحد أنت تعرف حسب الجدول اللي أخذ نا سابقا قبل قليل لاحظ هنا قيمة unit step قيمة تساوي واحد فمن نقول unit ramp لاحظ هنا من نقول ramp signal ف R of T تساوي T أو T U of T نفس الشيء لأن unit step function قيمت ها واحد ف الاكتبة بهذا الشكل للدلالة الرياضية ليس الا فالU تضطين indication بأن الunput يبدأ من الصفر أنت تعرف بأن U of T إلها قيمة ابتداء من T equal to zero فما فوق يعني من T equal or greater than zero موجود الإشارة فمن نقول T U of T معنا T اللي ramp signal مالتنا قيمة الإشارة تبدأ من صفر كزمن فما فوق يعني ما قبل T equal to zero فالU of T هنا موضوعة وضربت T حتى تضطين indication بأن signal تبدأ من الصفر from T equal to zero صعود وشوال شكلها هو T اللي ramp signal طبعا تعرف بأن labless للramp signal اللي R of s تساوي one over s squared نعوض هذه الإشارة للإدخال في القيمة مالتنا CD بالمعادلة السابقة ورح تشوف ها تساوي للمعادلة الحالية limit s approaches zero for s times one over s squared over one plus g of s رح نختصر بالمقام والبسط عندنا اختصارات وتوزيع للlimit إنها رح تصير limit of one over s plus s g where s approaches zero وبهاي الحالة طبعا هذه الاس إذا اقتربت من الصفر رح تصفر ويبقى المت عندنا فقط لل s في g of s ويظهر عندنا الناتج بهذا الشكل one over limit s g s when s approaches zero هذا steady state error في حالة السystem من يكون الإدخال مالتنا ramp signal أما إذا كان الunput مالتنا أو الإدخال مالتنا ال r of t كان هو parapolic إذن one over two t squared لاحظ هذه الparapola من نضرب ها في u of t نقصد أنه الparapola signal أو الunput signal هي تبدأ من t equal to zero فما فوق يعني ما عندنا input signal قبل t equal to zero ف u of t للدلالة على أنه t يبدأ من صفر صعودا وليس عندنا response للسيستم عندما يكون t negative إذن الاب لا ستترانسفور مثل ما نعرف بالنسبة الparapola signal r of s يعني بالفركون domain راح تكون one over s cubed وال cd state error في هذا الحال راح يكون limit للإدخال الول one over s cubed مضروب في s من final value theorem over one plus g عندما s approaches zero ورح نبسط بالbust ونوزع limit ورح يكون عدنا الناتج بهذه الحالة one over limit of s squared g of s when s approaches zero وبهاي الحالة صار عدنا response زيان للسيستمالتنا الإررر في حالة الunput وفي حالة الunput الرام وفي حالة الunput الparapola نقدر نحسب لأي واحدة من هذه الحالات قيمة الإررر بال response بالsteady state response وممكن معرفة دقة النظام مالتنا في هذه الحالة لاحظ عزيزي الطالب النتائج اللي حصلناها بالنسبة لحالة الإدخال من يكون في حالة الإدخال مالتنا من يكون النتائج 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 الunput هو ramp signal للsteady state يكون one over limit s g of s عندما s تقترب من الصفر و بالنسبة لحالة الunput من يكون parapola الsteady state error يكون واحد على limit of s squared times g of s عندما s تقترب من الصفر هذه تنطين ما يسمى error con stance وهي حسب المعادلات اللي نشوف هنا error con stance إذن هذا القيم اللي حصلنا قبل قليل تنطين نتائج لما يسمى error con stance step error هو steady state error عندما الunput مالتنا هو unit step أو نحن نسمي position error لاحظ كلمة position مترابطة مع unit step والvelocity مترابطة مع ما يسمى بالramp signal والacceleration مرتبطة مع ما يسمى بالparabolic input signal وفي هذه الحالة القيمة kp هذه المعادلة اللي راح نثبتها kp أو ما يسمى position error constand نسميها بقيمة limit of g of s when s approach zero وبالنسبة لما يسمى بالvelocity error constand سنسمي kv وهو limit مع s في g s over عفو عندما s تقترب من الصفر وبالنسبة الparabolic error أو acceleration error constand سنسمي ka ويساوي limit s squared g of s عندما s تقترب من الصفر هذه 3 constand kp kv kv ka تمثل قيم error في حالة الإدخالات المختلفة الstep والramp والparabolic signal وكل ما كانت قيم الثوابت هذه هي قليلة راح يكون عندنا steady state error كبير وكل ما كانت كبيرة راح يكون steady state error عندنا قليل لأنه قيمة مقلوب هذه الكون instant حسب هذه المعادلات لاحظ مقلوب قيم هذه الكون instant ينطين قيمة steady state error وهي علاقة عكسية في هذه الحالة زين لاحظ عزيزي طالب بالرسمة كيف نعبر عن ما يسمى بالsteady state error لاحظ هنا إذا كان السيستم مالتنا زين اتعرض إلى input نوعة step signal لاحظ هنا step r of t هو step signal فلاحظ هنا r of t هو r u s of t فإذا كانت القيمة الإدخال بهذا الشكل لاحظ هنا إذا كان input مالتنا بالtime domain هو r u of t u of t أو us of t نقصد بlunit step تمام وهنا r نقصد input مالتنا في هذه الحالة بالamplitude مالتنا اسم r لاحظ في المعادرة السابقة كان لأي نقصد بالamplitude للonput signal لكن هنا استخدم المصدر استخدم r كamplitude يعني هنا يقصد هذا r of t هو input signal مالتنا يساوي r u s of t يقصد r amplitude فقد تكون هذه r مساوية للواحد فهذا unit step function وقد تكون r any other constant negative or positive فهذه الحالة مرح يكون unity step input وانما step input signal بamplitude معينة حسب قيمة r وفي هذا الحال steady state إرار هذا يؤدي إلى steady state مثل ما شفنا النتيجة هي r over 1 plus kp لاحظ kp هي كانت limit لل g of s عندما ال s تقترب من الصفر فلاحظ لو نرجع نذكر بأن cd state error لل input unit state unit state كانت تساوي 1 over 1 plus limit g of s عندما استقترب من الصفر بدل limit لل g of s حطينا kp اللي هو position constant وبدل ما نحط 1 بال bus لحطينا r على اعتبار انه whatever amplitude لل input signal مالتنا اللي هي unit state فنحط قيمة amplitude هنا فإذا steady state error راح يعتمد على قيمة amplitude للادخال مالتنا ويضا يعتمد على البرامتر اللي نسمي kp وهو يعتمد على transfer function للسيستم في حالة unity feedback system لاحظ الresponse عزيزي الطالب لاحظ هذا الازرق الرسم كيرب الازرق هو output للسيستم لاحظ هنا نفيحات transient لاحظ هنا وصلنا الى حالة هاي الحالة اللي نعتبرها خط steady state بداية steady state لاحظ استقر السيستم هذا الخط الازرق استقر ثبت ولكن لم يستقر على الخط المتوقع اللي هو R اللي وقيمة الادخال لاحظ عدنا فرق بين R اللي هو input وفرق بين output اللي هو هذا الكيرب الأزرق اللي نسمي output Y لاحظ هذا المحور هو رسمي نحن output والoutput الoutput مالتنا R والoutput مالتنا هو Y فهنا لك فرق بين هذا الفرق يسمى steady state error لاحظ قيمة تساوي R over 1 plus kp وهذا steady state error في حالة system في حالة unit step input مقدار R U S of T وشفنا هذا الشيء بالمعادلة اللي قبل قليل اشتقيناها لاحظ steady state error هو limit لل S مضروب في إيش مضروب في ال input وفي حاصل ضرب 1 over 1 plus g لاحظ هذه قيمة error في هذه الحالة وهذا هو قيمة R over S هذا قيمة الإدخال مالتنا فعندنا هنا حالة حساب steady state error وبالنتيجة بعد ما نأخذ limit رح يكون الناتج رح هو R over 1 plus g of zero لماذا هنا g of zero لأنه نقول عندما S تقترب من الصفر فهنا بالlimit نعوض بدل الصفر ونحصل على قيمة الناتج جمالتنا G عندما S تقترب من الصفر هي قيمة kp المit مثل ما شفنا بالمثال أو بالاشتقاق السابق هنا عزيزي طالب steady state response في حالة الامبوت من يكون ramp هذا ramp signal R of T الامبوت مالتنا هو ramp signal لاحظ R of T تساوي RT US of T هنا R نقصد بها amplitude A كانت نسميها سابقا T هي ramp signal U of S ال unit step ال يبدأ من الصفر يعني US of T كناية عن بداية response بالنسبة الامبوت signal البتداء من الصفر وليست هي unit step لا الامبوت مالتنا هو T تمام في حالة ramp signal إذن هذه ذاكات ramp signal بهذا الشكل رح يكون steady state error مثل ما شفنا سابقا 1 على KV ولكن لأن الامبوت مالتنا ramp signal مو unity ramp ف R هنا قيمتها مو 1 وإنما وطيف على amplitude مالتنا الامبوت signal مالتنا فإذا هنا R over K V هو قيمة steady state error بالنسبة لل system مالتنا في حالة الإدخال من يكون ramp إذن وحسب المعادلة اللي اشتقيناها قبل قليل قلنا steady state error يساوي limit عندما S تقترب من الصفر لل S مضروبة في E of S وهذه هي قيمة E of S حاضص الضرب الامبوت في 1 على 1 زاد G من ناخذ limit ونصف المعادلة سنشوف بينه بالأخير ستكون R مقسومة على limit عندما S تقترب من الصفر لل S في GS لاحظ limit لل S في GS عندما S تقترب من الصفر هي من قليل K V velocity constant R over K V تساوي steady state error في حالة الإدخال الرام نجي على السيستم مالتنا من يكون الإدخال إليه هو الparabolic signal لاحظ state error for parabolic input إذا كانت R T مالتنا يساوي parabolic signal T square over 2 تقصد amplitude R T square over T هي parabolic U S of S ضرب بل تستيب دلالة على أن T equal to zero فما فوق وليس لدينا response T less than zero في هذا الحالة بالنسبة الparabolic input سيكون steady state error هو R over ka حيث R هي amplitude لل input signal حاليا مقصوم على ka و acceleration كان و حسب المعادلة التي رأينا بالاشتراك السابق لاحظ الفرق بين output الذي هو بالخط الأزرق هذا وبين ال input باللون الأسود أي فرق بين القيم T هو ما يسمى بالsteady state error ولاحظ عندنا هنا steady state error يساوي R over ka و في حالة ramp لاحظ هنا الفرق بين الخط الأسود والخط الأزرق الفرق بين هم سمينا بال ESS وهو R over kv و في حالة unit step input فالفرق بين output اللي هو باللون الأزرق وبين ال input اللي هو باللون الأسود سميناء ESS و يساوي R over 1 plus kp position constant زين نجي على بعض التعاريف المهمة والبسيطة اللي تساعدنا في تمييز النظم من ناحية state error عدنا فات فاكتر أو فات برامتر بالنسبة للنظم ونسميه هذا بال system type system type تعريف يفيدنا في معرفة steady state error للsystem بدون من نسوي دراسة رياضية متحمقة لل system مالتنا يعني سهل علينا عملية الحكم على السystem ومعرفة steady state error هل هو كبير أو صغير في قيمته لاحظ هذا system طبعا هذا unity feedback system لاحظ feedback signal هنا قيمته unity يعني ما عدنا game بال h هنا h قيمة تساوي 1 لاحظ هنا عدنا feed forward transfer functionality g s k times s plus z 1 s plus z 2 over s 3 power n مضرو s plus p 1 s plus p 2 لاحظ عزيزي الطالب هنا نحن 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 فاكتر ايزيشن ل lenumerator و denominator الخاص بال feed forward transfer function لاحظ كان عدنا system معقد فلازم نصفيه ونبسطه بحيث نضعه بالشكل التالي اللي امام نا عدنا فقط block 1 و عدنا فقط unity feedback path وحيدة نبسط system الى هذا الشكل ونجي ندروس g of s اللي هي feed forward transfer function نسوي factorization للمقام ممكن ما نسوي factorization للبسط ولكن نهمش نسوي factorization للمقام لاحظ هذي الاس اللي بوحد اللي ممكن نسحبها من الاقواس هذي وتكون عدنا موجودة كعامل مشترك نستخرج من المعادلة الخاصة بال denominator اذا كانت عدنا اس بالمقام مرفوعة الى power فهذا يسمى system type اذا الاس اللي تظهر بالاس بالمقام منفردة بدون ان تجمع او تطرح من اي برامتر او كونسط اخر هذه الاس المجردة الابسليوت اس الاس مالتها هذا الان يسمى بال system type قيمة الان تحدد فاذا كانت الاس غير ظاهرة بالمقام هذه الاس تو ذي بوار اذا ما ظاهرة معت الاس اس ه واحد العفو اس اس ه صفر يعني اي قيمة اس ه صفر هي واحد يعني اذا موجدت هنا اس مرفوعة الى اس معين فقول هي مرفوعة لل اس صفر اذا صفر هو system type اما اذا لقيت هنا بالمقام اس اس ه واحد بهذا الشكل يعني خارج القوس زيان بالنسبة للمقام اذا كان عندك اس مرفوعة للأس واحد فتقول system type one اذا شفت الاس مرفوعة للأس اثنين تقول system type two واذا كانت الاس مرفوعة للpower ten فتقول system type ten معنات هنا ايش قد عد integration بال feed forward path يعني انت تعرف بانه كل one over s هي integration كل one over s هي integration فالانتغريشن هنا هو one over s فاذا شفنا احنا one over s cubed مثلا مات عدنا three integration بال feed forward path واضح هنا عزيزي الطالب شنو المقصود بال system type نجعل تعريف the term of s to the power n اللي شفنا بال مقام الخاص بال feed forward transfer function in the denominator of g of s is indicates that there are n integration in the forward path according to the value of n system can be classified into different types specifically system is called type zero system if n equal to zero system is type one system if n is equal to one or type two if n equal to two and so on note that this classification is different from that of the system order order هو انه تفتح الاقواس اللي بالدينوميناتر واكبر اس تظهر بالاس بالمقام راح نسميه هذا ولكن هنا في حالة نسوي فاكتوريزيشن ونستخلج الاس عامل مشترك ونشوف الاس مرفوع الى اي باور وهذا الباور يمثل السيستيم تايب ولكن الاردر بالعكس نفتح الاقواس ونشوف الاس تظهر باعلى اس بالمقام مش موجود فنقول عليه هذا السيستيم أوردر فهذا هو الفرق بين السيستيم تايب والسيستيم أوردر عزيزي الطالب لاحظ الاقواس اللي بالبسط لاحظ دنقول هنا اس زائدا زتون الاس زائدا زتون شنقصد بالزتون والزتون هذه القيم الزتون والزتون هذه نسميها الزيروس وهنان ليش نقول بالمقام اس زائدا بي وان واز زائدا بيتو هذه البي وان والبي تشتعني تسمى البولز ليش نسميها البولز وليش هذه نسميها الزيروس لاحظ هذه قيمة الاس لو كانت تساوي ناقصا زتون فرح ستعدي ناقص زتون زائدا زتون رح يصفر القوس هذا إذا هذا القوس صفر البسط كله رح يصفر وإذا البسط صفر مع تجيوه في اس أصبحت صفر إذا هذي سموه الزيروس هذه البل بسط الأقواس هذه اللي بالبسط نسميها السيستم زيروس لذلك زتون زتتون زتتون زتتثري جتي من زيروس والقيم الخاصة بالاس اللي موجودة بالمقام لاحظ هنا إذا كانت قيمة هذه الاس تساوي ماينس بي 1 لو قلنا ماينس بي 1 زاعدا بي 1 رح يساوي صفر فما معنات هذا القوس صفر وما معنات المقام أصلا صفر لأنه حاصل ضرب وما معنات قيمة مقسومة على صفر معتها انفينيتي لذلك القيمة للاس اللي تجعل المقام يساوي صفر أو تجعل الترانسير فنكشن جيو فس تساوي انفينيتي نسميها البول أو السيستم بول لذلك الحرف بي من بول وز من زيروس أوكي عزيزي طالب لاحظ ليش درسنا موضوع دراستنا للسيستم تايب هي للسبب التالي إذا كان عندنا سيستم وعرفنا التايب إليه نقدر يعني نعرف الستيدي ستاة إيرعر بدون ما نسوي دراسة رياضية أو نقدر نخمل ما هي قيمة الستيدي ستاة إيرعر للسيستم لاحظ إذا كان السيستم تايب زيرو أو إذا كان السيستم تايب وان أو إذا كان السيستم type 2 ومن خلال معرفتنا للإدخال رح نقدر نخمن ما هي قيمة لستيدي ستيت إرار لذلك السيستم فمثلا إذا كان عندنا السيستم هو type 0 وكان الانبوت إليه هو step signal فرح يكون الانبوت مالبنا بستيدي ستيت إرار مقدارة non zero constant يعني إلى قيمة يعني إذا كان السيستم هو type 0 وكانت الانبوت سيجنال هي step signal فرح يكون عندنا ستيدي ستيت إرار إلى قيمة محددة ومعروفة وليست صفرا وليست infinity أما إذا كان السيستم هو type 1 وكانت الإشارة ستيب سيجنال فالأوتبوت مالتنا ما بستيدي ستيت إرار يعني إذا كان السيستم هو من النوع type 1 فالستيدي ستيت إرار يساوي صفر متى ما كان الانبوت هو ستيب سيجنال وإذا كان عندنا السيستم type 2 فالستيدي ستيت إرار هو إلى 0 إذا كان الانبوت سيجنال مالتنا ستيب وهكذا بالنسبة لباقي الإدخالات حسب القيم المؤشرة بالجدول يعني مثلا إذا كان عندنا سيستم type 0 والإدخال إلى مثلا الانبوت ستيب ستيب برابلة فالستيدي ستيت إرار أيضا إفليتي لكن إذا كان عندنا system type 2 والأمبوت بارابولا رح يكون عندنا steady state error هو limited ومعروفة إلى قيمة محددة ونحن هنا سميها non zero constant يعني لا قيمة error هي لا هي infinity ولا هي zero وإنما هي قيمة محددة ممكن أن تحسب بالمعادلات الرياضية وحسب ما شفنا سابقا نجي على مثال لمعرفة لتمرن على كيفية معرفة system type لاحظ هنا عندنا g of s اللي هي feed forward game بالنسبة ل system معين منطين لقيمة g of s لاحظ هنا ال s المنفردة اللي بوحدها يعني البول عند origin عندما ال s تساوي صفر لاحظ هنا اشقد ال power mat ال s1 إذن هذا system type 1 لاحظ هنا هذا system مالتنا لاحظ هذا system مالتنا لاحظ المقام مالتنا ال s مرفوعة إلى ai os 2 أقصد ال s لبوحده ال s المطلقة اللي ما مجموعة وياها قيمة ولا ما تروحها من عدق قيمة لاحظنا ال s مرفوعة لل os 2 إذن system type 2 لاحظ هنا ال s اللي بالمقام مرفوعة إلى ai os s os 3 إذن system type 2 هذا system هو 3 وبهذا نأتي على نهاية محاضرتنا لهذا اليوم اللي أخذنا بها مقدمة على ما يسمى بال time response لل system وأخذنا به transient response وال steady state response وأيضا تعرفنا على ما يسمى بال steady state error واتعرفنا على ما يسمى بال error constant اللي سميناها ال kp position constant وال kv velocity constant وال ka اللي هي acceleration constant وعرفنا كيفية حساب steady state error لكل نوع من أنواع السystem حسب type multi وحسب الادخال وتعرفنا على القيمة الخاصة بال steady state error لتلك المنظومات وبهذا نأتي على ختام محاضرتنا هذا اليوم ونلتقيكم إن شاء الله في محاضرات قادمة وإلى ذلك الوقت نتمنى لكم أوقات ممتعة مع المحاضرات التي نشرناها لحد الآن وشكرا جزيلا